وَأُخَاطِبُ الْأَمِينَ الْعَامِ لِحِزْبِ اللَّهِ سَمَاحَةَ الْعَلَّامَةَ الْمُجَاهِدِ الْمُفَدَّةِ السيد حسن نصرُ الله حفظه الله وأقول له أنت ابن النُجباء الأكرمين أنت ابن الصُلالة الطيبين الطاهرين أنت العُزُّ أنت الشَّرف أنت النصر أنت نصرُ الله أنت الأملُ للمحرومين أنت المُدافِعُ عن المظلومين أنت السهم في عيون الظالمين أنت الذي أدخلت السرور على قلوب العرب والمُسلمين وأحرار العالم يوم أخرجت إسرائيل من الجنوب اللبناني ذليلةً مندحرة تجرُّ أذيال الخيبة والهزيمة سر على بركة الله وبعين الله وفي رعاية الله فمن خاف الله أخاف الله منه كل شيء وفي المُقابل وفي الباب الحرص على الوحدة الإسلامية ورصِّ صفوف الأمة الإسلامية أمام العدو الأساس وهو الكيان الصهيوني أقول للحكومة في داخل المملكة أترك حزب الله وشأنه فإنه طوَّر نفسه حتى هزم إسرائيل واترك الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشأنها فقد طوَّرَت نفسها مع حربٍ دامت عليها ثمان سنوات وحصارٍ اقتصادي لعشرات السنين ولكنها أصبحت قوَّةً إقليميَّة ودوليَّة ومنتجةً للسلاح وغيره وترك اليمن وسوريا وليبيا والبحرين وشأنهم وكلٌّ يعمل على شاكلته وتعالي إلى إصلاح داخل المملكة على المُستوى الاقتصادي المُتردِّي والمُستوى الثقافي والفكر والديني والاجتماعي والأمني المُتدهور إن الخطر المُحذِق بداخل المملكة وأصبح العدو والصديق يُحذِّر وينتقد منه فالخلايا النائمة من الدواعش في الداخل وتمدُّد القاعدة والدواعش في الخارج وبالأخص في جنوب اليمن قائمٌ على قدمٍ وسار وهي تُهدِّد المملكة في المُستقبل لا سمح الله وهذا ما لا نتمنَّاه لبلدنا ولا لغيرها أيها المسلمون أيها المسؤولون طوِّروا بلدَكم حتى تكون في مصاف الدول المُتقدِّمة المُتحَضِّرَة المُنتِجَة المُصَنِّعة للمُستهلكة لكل شيء